غرّد ترامب متواعداً ففزع العالم مرتقباً ومنتظراً نفذ وعيد الرجل وأغرى الصواريخ والخجولة على مواقع تابعة للنظام السوري انتهت الضربات فجاءت التصريحات والتحليلات من كافة الأطراف الإقليمية والدولية أشد سخونة من تأثير الضربات ذاتها مجرد حقن تخدير هكذا وصفت المعارضة السورية الضربات الغربية المشتركة وفي الطرف المقابل وصفها النظام بالعدوان الذي سيزيد من تصميمه على إكمال مشروعه مع الحلفاء في القضايا على ما وصفه بالإرهاب تثني قواتنا المسلحة والقوات الرديفة عن الاستمرار في سحق ما تبقى من مجامع إرهابية مسلحة أما أهل الدار فأعلم الناس بحالهم محللون أمريكيون رأوا أن الضربات المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فجر السبت ضد مواقع للنظام لم تكن ذات تأثير ولن تمنع الأسد من تكرار استخدامه الكيميائي ضد شعبه مرة أخرى بدورهم قال مسؤولون أمريكيون في البيت الأبيض أن المواقع الإيرانية غائبة تماما عن بنك الأهداف الأمريكية للمواقع العسكرية في سوريا وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب لا يحمل أي استراتيجية واضحة لحل الأزمة في سوريا حتى لضباط وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أنه سيسحب القوات الأمريكية من سوريا وبينما توقع مراقبون أن تسفل هذه الضربات عن إضاحة طبيعة التجاذبات الأمريكية الإيرانية الغامضة إلا أن ما أسفرت عنه هذه الضربات أظهرت أن العداء الأمريكي الإيراني مجرد حروب كلامية فهي الميليشيات التابعة لإيران تنتشر في سوريا على مقربة من قاعدة التنفي الأمريكية في ريف حمص إضافة إلى وجودها في ريف الحسكة قرب مواقع قوات سوريا الديمقراطية الموالية لأمريكا الضربات الأمريكية التي جاءت ردا على كيمياء الأسد في دوما سبقتها بأيام زيارة لمستشار المرشد الإيراني خامنئي على أكبر ولايتي لأنقاض الغوطة الشرقية ليبعث برسائل من مسرح الجريمة تقول إن إيران ماضية في مشروعها التوسعي من يحاول أن يرصد حقيقة العداء الأمريكي الإيراني في سوريا خلف ضبابية الشعارات لابد له أن يرجع إلى إرشيف الماضي فيجد أن إيران لم تصل إلى ما وصلت إليه من نفوذ وتوسع لولا أن أحدا فتح لها بوابة بغداد